ثم بتعرفوا أحبائي تستغرب من هذا السلاح الخامس هو السلوك في التواضع إبليس ما بيخاف من هدول اللي بيدعوا السوبر سبريتشوالتي الروحانية المتفوقة أنا بشفي أنا بصلي أنا بعمل أنا بتنبأ أنا 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 بتعرفوا هدولا معرضين أكتر ناس للتجارب ولكن إبليس يرتعب كل الارتعاب من الشخص اللي هو المسكين بالروح الوديع المتواضع الشخص اللي بيجي لالله بنصحاق بانكسار ما عندكش أي شيء دهش بريت حالة مستقتلة أنت جاء للرب أنا ما عنديش ولا أي شيء إبليس يرتعب من هاي النوعية من الناس يا رب أعطينا أن نكون متواضعين الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة تسربلوا البس يعني ثياب التواضع شيء آخر عشان نعيش حياة النصرة ينبغي أن نمتلئ من الروح القدس يوميا امتلئوا بالروح ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا هذا يقودنا إلى السلوك الروحي إلى الكلام الروحي إلى القيادة الروحية عندما نمتلئ من الروح تستطيع أن تصنع قرارات روحية متزنة صاحية منتبه كل ما يدور حولنا في هذا العالم عندنا الصحوة الزهن الروحي الفهم الروحي العمق الروحي لأننا ممتلئوا من الروح القدس فتستطيع أن تميز شيء آخر حياة القداسة هنا أقصد حياة الانفصال الكامل لأن الله لم يدعونا للنجاسة بل في القداسة إرادة الله هي قداستكم بيتكلم عن قداسة الجسد وطهارة الروح أيضا فالمؤمن بالمسيح يعيش حياة القداسة أي الاتحاد مع المسيح والالتصاق بالمسيح وأن أكون في المسيح وأي مكان هأمن أو أجمل من أن تختبئ في يسوع المسيح شيء ثامن اشهد واخدم هل تعلم أن عقل الكسلان هو معمل للشيطان؟ لما أنت مش منشغل في الرب رح تنشغل بشيء تاني المعتزل يطلب شهوته فأنا أدعو المؤمنين أن تشهدوا عن يسوع المسيح واخدم الرب يسوع المسيح فإذا الشهادة والخدمة حياة الانشغال بالمسيح فما عندكش وقت لأي شيء تاني أنت مركز عينيك على يسوع المسيح شيء تاسع جدد إرادتك ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة ساعتها أنا عندي إرادة خاضعة طاعة كاملة ذهن متجدد وجسد مكرس مقدم للرب يقول الكتاب اهتموا بما فوق لا بما على الأرض فإذا حتى أجدد هذه الإرادة أفكر لا كما يفكر العالم العالم تفكيره فكر الرب أما لنا فكر المسيح لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي فإذا أنا محتاج أن أفكر فكر المسيح خليني يعني هو طبعا مادة كبيرة ولكن خليني أضيف شيء آخر حتى تستطيع إنك فعلا تتحايد التجارب في شيء اسمه عملية صلب الذات تموت عن ذاتك وهي أكبر معركة وهي المعركة لا تنتهي رح تضل هاي المعركة للنفس الأخير توبة للإنسان الذي يستطيع أن يتغلب على الذات عالمين أن إنساننا العطيقة صلب معه ليبطل جسد الخطية مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجله في نفس السفر في غلاطي مكتوب صح 5 آية 24 الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات صلبها ثم أحباء صلب العالم وأما من جهة فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم فإذن تصل بالخطية الزات الأهواء الشهوات والعالم أنت للعالم مصلوب والعالم في نظرك مصلوب فإنت مية في المية بتكون عايش بحضور الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر